بكواليس الاتحادة للإفريقية لكرة القضاء نعم هذه الأشياء وشي عدث الكواليس قلناها في هذا البلاطو قلنا إذا تتذكر قلنا إذا كملنا هكذا الكاف لازم عليها تخير بلد وتعطيها كاس إفريقيا ولذلك نظن كان تصاعد للهجة من طرف كثير من البلدان لفهموا أن هناك أشياء تطبخ في الكواليس وكثير من البلدان نقدر نقول لك قروح درهم خاصة ما حدث مع الجزائر تعالى فارو هذه الأشياء قلت لك بعد ذلك نظن المنتخب ريبيبليك ديموكراتيك جو كونغو لما تشوف الألفاظ التي ترفض بها المدرب المغربي وليد درك راكي نقول هذه أشياء نحن نتأسف لها حقيقة ليس ضد وليد ولكن والله ينتأسف لأن يعني لما تشاهد الكاف وعاقب عادل عمروش عادل عمروش قطيبة بثمان مباريات بكل سهولة وبدون أي تفكير بالمقابل نعم ولذلك أنا نقول لك بعيدا وغد النظر على ما احنا قلناها وقلنا باللي عادل عمروش يعني الله كاف ضلماته وتكلمنا على عديد من الأشياء ولكن أنا نولي لك من الجانب الإنساني خليني من الجانب الرياضي الجانب الإنساني لما تلقى مدرب يعني يتلفظ بألفاظ عنصرية ضد لاعب ولعب هذا يعني ليس أي لعب لعب محترف ليلعب في بطولة فرنسية في أولمبيك مارسي يعني نادي كبير ومحترف ولذلك نظن يعني أن الريبيبليك ديموكراتيك جو كونغو نظن يعني عمل التمليح لما رفعت هذه القضية إلى تس لأن كافانا هذه التصرفات نسميها الصبيانية من طرف يعني الكميسيون في الكاف لأن الكاف اليوم والله للأسف يعني رحت لها المزداقية فقدت المزداقية نقدر نقول لك بطريقها يعني سمعة الكاف الآن في الحضير في الحضير خاصة في السنوات الأخيرة خاصة في الأشهر الأخيرة يعني سمعة الكاف اليوم يعني الكاف ضيعت فرصة لأنه بعد أن جاء هذا الرئيس الحالي موتسيبي والله يكون عندنا أمل كبير قلنا رجل أعمال غني لعنده يعني لكل إمكانيات وبالك ما ما ماشي يعني يعني يخدم في الكواليس ولا يحوس على أشياء أخرى ولكن نظن اليوم الكاف قعدت في التقالي التحق قعدت في الإيمان براتيك ولا أكتر ولذلك نتمنى بعد هذا كأس إفريقيا نتمنى يعني لازم كثير من الفيدراليات يتحدوا لما لحنا نكونوا بالك يعني لنقودوا هناك عدة شكوة خلال منافسة كأس الفريقية هذا الكأس الجزائر تونس سينغال سينغال كثير كثير من الفيدراليات هذا لا يهدد سمعة الاتحاد الإفريقي لفرطة القضية كثير من الفيدراليات اشتكت اشتكت يعني لأن اليوم نظن أن خلاص يعني كفانة اليوم هذه كرة قدم والله لما تنهزم وانت على بالك بلي يعني ما تنحقرتش لا ما هذه هي هذه رياضة يعني خلاص كيف فائز وكيف منهزم ولكن لما يدخلوا أمور أخرى والناس هادوا يعني عندهم دائما كما نقولوا احنا ديزاريار بونسي ما كاش عفسها يعني تنداب بطريقة وانا قلت لك بعد المباراة يعني هذه اللي راح تنتهي على ما أظن في بعض دقائق نتمنى نتكلموا على أشياء أخرى لأنها صدرت أيضا بعض حتى يعني التعليقات ولا كما نقول يعني تصريحات صريحات من طرف المدرب المغربي اللي والله تأسف هو قالها قال لا يهمون العرب لا يهمون تمثيل العرب يهمون المغرب ويقول لك يعني أنا يعني قال لك يعني أنا ما نتكلمش عليهم هو ما وليل كون بو نفس شيء كما لتهمهم العرب سياسيا قال لك وانا يعطيك هنا شوف سبحان الله شوف العدالة الإله الإله ينصف شوف سبحان الله على لسان هذا المدرب يعني عرفنا أن ليحكم هذا الفيدرالية هذا الرئيس والمخزن اللي تابع عليه تقريبا عندهم تفكير واحد هنا حب يعني يردي الصهيونيين حب يعني يرديهم واليوم نظن العرب سيفرحوا لأن خلاص هذا المنتخب يعني يبين أنه عنده عداوة مباشرة أنا والله كما نقول لك بكل يعني أفكتوت موديستي تقريبا كين فطارات وين دائما نقول شعب المغربين خلوها يعني دوكوتي ومنهزم بهذا فين الآن ولا لقلت لك كين عدالة إلهية قلت لك كان المنتخب البارح وش قلت لك قلت لك أنا رأى نشوف باللي الأفريق جوسيد هي التي تفوز على هذا ذوك المنتخب أنا نظن كين عدالة إلهية لما سمعت التصريحات والله استودمت استودمت لأنه لما تقول ولكن من جانب آخر لم أصطدم لأنه حقيقة هما ما همشي شوفوا رحم عرب خلاص هما انقطعوا مع العرب هما طبعوا راهم عصايا صهاينا هذا المخزن تكلم عن المخزن المخزن هذا ورئيسه فوزي لقجع ومدربه خلاص أو يقول لك نحن ما عندناش على قمع العرب اللهم نتمنى حسام ما تقول ليش أنت أسفوا لي إخوتنا العرب هكذا ما عندنا أسفش أنا خلي كما قال لك واحد يخويا هما يروحوا في ود وإحنا رنم جهتنا ما الله يسهل عليهم الله يسهل تفضل جومان يلا